شيخ حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة فما هي أبرز هذه الحقوق للرسول صلى الله عليه وسلم الشهادة له بالرسالة يقيناً وحلماً ومعرفة ومحبة صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين واتباعه صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر اجتناب ما نهى عنه وزجر اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما شرع لا يعبد الله إلا بما شرع فتترك البدع والمحدثات لأن الرسول جاء بإبطالها قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في رواية من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد فالمبتدع هو من أحدث البدعة أو عمل بها ولو لم يحدثها فإنه يعتبر مبتدعاً ديناً من عنده أو من عند غيره من شياطين الإنس والجن فالواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم